اللعب المباراة حضرتك شايف الجزئية دي ازاي على المستوى الاتحاد الأفريقي شوف يا الأولا أصعب شيء في الجزئية دي هو اتخاذ السلطات المغربية اللي بتقودها صحيا وزارة الصحة في المغرب لقرار عدم الصفر لفريق الرجاء قبل أسبوع من التاريخ اللي سبت فيه إصابة تسع لعبين بالكورونا أسبوع من يوم عشرين يعني سبعة وعشرين معناها أن الرجاء نظريا لن يستطيع بقرار وزارة الصحة بتاعتهم وقرار السلطات بتاعتهم اللي احنا ملناش دعوا بيها هي دي سلطات خاصة بيوم وكل بلد تتحكم في إجراءتها زي ما هي عايزة ما يقدرش ييجي قبل يوم سبعة وعشرين أو تمانية وعشرين عشان ييجي سبعة وعشرين أو تمانية وعشرين يبقى المباراة مش هتتعامل قبل تسع وعشرين يبقى ده كده الوضع الراهن اللي احنا بنكلم فيه حقيقة الأمر أن الاتحاد الأفريقي فيه مأزق ايه المأزق اللي حط فيه نفسه في الاتحاد الأفريقي المأزق يكمن في أن الاتحاد الأفريقي أصر على إقامة المباريات اللي كان فيها فرق عندها إصابات بالكورونا تحت أي ظروف حتى لو كانت الظروف دي تخلي إن شاء الله عشر لعيبة مصابين بالكورونا تعالى الأفريقي حطي لايحة كده بسيطة هي في ما بقي من بطولات دوري أبطال أفريقيا وبكاس الكون في درالي إن الفريق اللي لديه 14 لعب متوفرين غير مصابين يبقى المباراة تقال يعني بتتكلم على 11 لعيب و3 موجودين على دقة البدلاء شوف حتى لو كان فيه 3 حراس مرمى يعني ممكن يكون عند الفرقة مسجلة الأهلي على فكرة مسجلة 4 حراس يعني ممكن يكون عنده كان عنده 4 حراس مثلا و13 يعني يبقى كان 10 لعيبة و4 حراس يعني العدد 14 أيا كان عدد من الحراس يعني ممكن هو الطبيعي يعني ده الحطيق بتتكلم عليه إن عندك 11 لعيب و3 بودلاء أيا كانوا 3 البودلاء موجودين يبقى عندك 14 لعيب يبقى لازم تلعب المباراة هذا القرار سرع على حرية كونكري اللي هو لعب مبارح بيرامدز وفاز بيرامدز الحمد لله 2-0 وتأهل للنهاية تاني أو أول وضع بقى التطبيق عليه هو فريق حسينية أغادير في لقاءه مع نهضة بركان في نفس الدور قبل النهاية إلى البطولة برضو كان عنده 9 حالات بس اللعيب المتوفرين كانوا أكتر من 14 ده الفرق بقى للناس لازم تعرفه لأن الناس بتقولك إحنا يعني المعاملة مش بالمثل فالفرق حضرتك إنك بتقول إن فريق الرجاء دلوقتي عدده لا يكتمل للعدد اللي أقره الكاف اللي هو 14 لعيب ليه بقى؟ كل فرق عنده كام لعيب يتسجلوا 30 30 مظبوط من الثلاثين دول خمسة مشوا من الرجاء منهم مدقى أحداد منهم يعني لعيب كان موجود طبعا عندهم بس ما قدرش يلعب مع زمان يبقى فيه خمسة مش هيلعبه يبقى كام؟ 25 لعب فيه خمسة مصابين دي إصابات عضلية اللي هم غابوا كلهم عن مباراة الزهب يبقوا كده كام؟ يبقى كن فضل 20 وتسعة كورونا يبقى فضل 11 يبقى فضل ملعب على قد الملعب بس طبعا برضو نهيك على أن فيه ضغوط موجودة أكتر من الجانب المغربي لأن احنا عارفين الوقتي بكل أمانة ده مش خافي على الإعلام أن فيه سطوة معينة للمغرب على الكاف من أول ما جاء أحمد أحمد حتى الآن فيه سيطرة من الجانب ده والدليل على هذه السيطرة أن فيه مسؤولين هناك وعلى رأسهم فوز الأقشع رئيس الاتحاد هناك هو طبعا بيبقى مسيطر على حاجات كتير جدا والعنصر الثاني أنك أنت كل القرارات بتاعة الكاف تلاقيه أول ما تتسرب أول ما يعرفها من الصحافة المغربية بالضبط يعني قبل ما حد يعرفها ولا حد يقول عليها طبعا عن طريق المسؤولين في المغرب بيوصلوها للصحافة نظام البلونات شوية بيرموا خبر في الصحافة المغربية يعني كان حتى موضوع المباراة هتبقى النوك قاوت هتبقى مباراة واحدة مش رايح جاي وبعدين رجعوا في القرار فخلينا نتكلم أن فيه مشكلة عند الكاف في تحديد أو إقامة مباراة نادي للزمالك ورجاء لكن كمان فيه انعكاسة خطيرة جدا في حالة تأجيل هذه المباراة حضرتك بتتكلم